أود أن نرحب مرة جديدة بزميلة جاسي المروج جديد مواضيع التواصل الاجتماعي المواضيع النشطة الساخنة جاسي اليوم ربما هو موضوع واحد طبعا لأنه بدأ منذ أمس وتحدثتم عنه جارير وداليا هذا الصباح طوال هذا الصباح اليوم موضوعنا من مصر وسيبقى بمصر نتحدث عن طبعا تفاعل الناشطين أنتم على تويتر فور بروز أنباء عن سقوط قتلى ليلة أمس خلال مباراة لكرة القدم بالصور احتفاعل الخبر عن الاشتباكات بين قوات الأمن ومشجعي نادي الزمالك ألترس ويت نايتس أمام ملعب الدفاع الجوي في العاصمة في القاهرة وزارة الداخلية المصرية قالت أنها حاولت منع جماهير من نادي الزمالك دخول الملعب دون تذاكر لحضور مباراة الزمالك ضد أنبي في جولة العشرين للدوري المصري لكرة القدم وقد تخذت سلطات المصرية بعد ما حصل بالأمس قرارا بربما سنعتهم وقف مباريات الدوري لأجل غير مسمى الصور انتشرت بالمئات حول ما دار بالاشتباكات من بدأ المشجعين وراء قطبان حديدية أحراق آلية تابعة للجيش المصري استخدام بعض المشجعين للمفرقعات النارية التي طالت بعض من الشرطة هذه التغريدة للأحذية وهي واحدة من التغريدات التي انتشرت كثيرا أحذية كثيرة وثياب في الأرض صور أخرى لن أعرضها ربما تتابعوها أنتم على التويتر لأنها قاسية جدا أيضا من المباني المحيطة بالملعب التقط المشجعون مشاهد من هواتفهم لهذه المشاهد للتدافع وقنابل الغاز وحالة الفوضى التي عمت مداخل استاد الدفاع الجوي في القاهرة ترجمة نانسي قنقر ردود الأفعال الدولية أيضا تواترت أبرزها كان من رئيس اتحاد كرة القدم جوزيف بلاتر في تغريدة كتب فيها حفل نهائي كأس إفريقيا 2015 لم يكتمل فقد سمعت أنباء حزينة جدا من مصر واللاعب عمر جابر الآن هو من أكثر اللاعبين المصريين شعبية بعد انسحابه من المباراة ورفضه المشاركة بعد بروز خبر سقوط القتلى طبعا هذه كانت أبرز التغريدات وأسرعها اللاعب المصري أنا بصراحة هو يلعب مع فريق الزمالك لم أكن أعرف باسمه من قبل وهو الآن أكثر الأسماء المنتشرة على تويتر بسبب ما حصل حتى منذ الصباح ونحن نتداول ما يتم تنقله جسي حتى ردود الفعل الآن يتقادف كل جهة تتقادف على الجهة الأخرى المسئولية وتضعون المسئولية على وزارة الداخلية والداخلية تردفط طبعا بدورها ذلك حتى يعني كان هناك بعض حتى اللاعبين صحيح اتهام للعابين بأن هذه الاشتباكات بدأت قبل المباراة ومع ذلك تمت هذه المباراة وحتى أثناء المباراة كانت هناك اشتباكات وهناك من تحدث كان لدينا ضيف في الصباح وقال أنه ربما إخلاقيين واجتماعين كان لابد من أن تتوقف هذه المباراة يبررون ويقولون بأنه لربما القفص الحديدي الجسي التي وضعت صورته قبل قليل هو فقط وضع قبل يوم واحد من المباراة ولم يتم استعماله من قبل ومرتدى قام بشراء كل البطاقات ولكن ربما كان هناك نفي لهذا الكلام من قبل ربما لا يمكن أن نتحدث عن الموضوع بمعزل عن ما حصل من قبل نذكر أن هذا الشهر هو أصلا الذكرى ذكرى ما حصل في بورسعيد واضطرت الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات استثنائية مثلا تذكرون كنا نتابع بعض المباراة من دون أي مشجعين في الملاعب فمنعوا من الدخول بسبب هذه المشاكل الآن وبعد أن قررت أن تحاول ربما أن تسمح للمشجعين بالعودة سمحت برقم معين وهذا ما حصل للأسف طبعا لأنها بالنهاية مباراة لكرة القدم على كل حال كان هذا أبرز ما يتم تدوله على موقع التواصل الاجتماعي نلقاكم دائما بأخبار جديدة أشكركم وأنتظر تفاعلكم على موقعنا تويتر وفيسبوك شكرا لكم شكرا لك جيسي شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم